رحمة الله وبركاته إن شاء الله الصوت واضح الصوت واضح السلام عليكم طلابنا العزاء ورحمة الله وبركاته نحن نتقدم الكلام في المحاضرات السابقة عن اللغة العربية فائدة اللغة العربية قلنا أنها تدخل اللغة العربية لها فوائد هذه الفوائد ثلاثة من ضمنها أنها تدخل في الجانب الديني العبادي أنه لا بد من إدخال اللغة العربية الفصحة عند الدخول في جانب العبادات وبعض الجوانب المعاملاتية وكذلك الزواج والطلاق أيضا يشترط فيها اللغة العربية الفصحة وكذلك وكذلك قلنا أن الجانب العملي أيضا يدخل عندما يتكلم الطبيب لا بد أن يتكلم بلسان فصيح وخاصة في أمور الإلقاء البحوث والمقابلات وغيرها من الأمور التي تتصل في الجانب العلمي الجانب المهني فنحن نشوف ركزون على مفردة الإتقام الإتقام يعني أكرواي على النبي صلى الله عليه وآله من رحم الله من عمل عملا فأتقنه شوف هذه قاعدة ذهبية هذه القاعدة الذهبية استثمرها الغرب الآن تذهبون إلى الغرب لديهم حديث أو شعار مرفوع وهو جمال العمل في الإتقام فالإتقام فالإتقام مطلوب الآن من سلبيات المجتمع الإسلامي وعملية العزب موجود إتقام للأعمل الآن نظر الجانب الغريب كيف وصل إلى الجانب التطور على مختلف الأصعدة وصل إلى عدة تقنيات عدة جوانب تطورية آخرها هي تكنولوجيا نانو اللي وصل إلى الجانب الغربي هذا اعتمد عليهم على هذه القاعدة القاعدة الذهبية التي قال بها النبي صلى الله عليه وآله منذ مئات السنين شوف الإتقام في العمل خليها هي منطلق الأساسي في حياتك العملية شوف الآن شوف الطبيب الذي يتقن عمله بعد تخبرج يتقن عمله شوف تدافع الناس عليه والطبيب الذي لا يتقن عمله شوف أنه عياداته يعني عيادته لا يوجد إلا القليل من الناس الذين يراجعون في إتقان العمل وكذلك إتقان العمل في جانب الديني أيضا أنا أتقن عملي أنا مطلوب مني صلاة علي أن أتقن الصلاة شمي أذهب للرسائل العملية أتقن أتقن جانب الديني جانب روحي بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذا لا أحد يفرض عليك إنه جانب إنه شنوه؟ إنه جانب اطمئناني أنت ما بينك ما بين الله سبحانه وتعالى شوف هذا العمل مطلوب فالإتقان في الجانب المهني والجانب العبادي هذا من أساسيات العمل يعني شوف هنا الانهيار الاقتصادي والانهيار الأخلاقي والانهيار المهني سببه شنوه؟ هو حدم الاتقن شوف الآن المقاولة ينطو مقاولة ما يتقن عمله يسبب إنه ضرر بالمجتمع الآن إذا أريد مصلح من سيارات ما يتقن عمله يسبب حادث بالسيارة بعد محل يجيه فهذه القاعدة الذهبية هي الإتقان الإتقان تجعلها قاعدة تنطلقون منها لحياتكم العملية الإتقان هو راح يسبب سعة الرزق هذا الإتقان إذا كان الإنسان يريد الجانب مادي فالإتقان هو الذي سوف يفتح له أبوه إذن شاهدنا في هذا الجانب إنه إتقان اللغة العربية إنه مو مجرد إنه دارس لغة عربية وأنا ما متخن هذه اللغة لا علينا إتقان تدريب ألسنتنا على هذه اللغة اليوم راح نتكلم عن العلامات الإعراب الأصلية والفرعية إحنا قلنا عدنا 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 أمرين في جالب النحو أمر الإعراب وأمر البناء فقلنا الإعراب هو ماذا هو تغير الكلمة بحسب تغير موقعها بالجملة أو حسب العوامل تتغير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليها وقلنا إن البناء البناء يلازم حالة واحدة مهما اختلفت العوامل داخلة عليه ومهما تنقرى موقعها في الجملة تحدثنا في المحاضرة السابقة بشكل مشهب في هذا الجانب وواسع فاليوم راح ناخذ الإعراب يا علامات إعراب أصلية وهي علامة الضم للرفع وعلامة الفتحة للنص والكسر للجار والسكون للجزب هذني علامات أصلية هذني أوردهم ابن مالك تعرفوا هذا ابن مالك ألف ألفية يعني شنو ألفية ألفية شعري ضمن أنه في هذه الأربية القواعد النحوية كآية إجت حقبة زمنية للمعرفة المعرفة في ذلك الزمان إجت أنه جانب تأليف قصائد في العلم واحد ألف قواعد علمية طلبية بألف بيت واحد جغرافية بألف بيت واحد فلسفية بألف بيت واحد خلى البديع والبلاغة خلىها في ألف بيت ضمن في كل بيت قاعدة من هذه القواعد الغرض من هذا الجانب هو سهولة الحفور يعني كانوا الكلام المنظوم يمكن حفظه يعني أسهل للحفظ من دون غيره إذن أول علامات فقال هنا ابن النظم أو ابن مالك آه آه لا لا بابا رسل بعينه رسل رسل إحنا جاء نسولف على العلامات الأصلية مو الفرعية هسا راح شوف طبع الآن راح تتوضح عدنا علامات أصلية وعلامات فرعية الأصل 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 في الجزم ياهو سكون السكون هو الأصل أما حرف العلة وحرف النون لا هاي تجي بعدين ويجي بعدين هذان فرعيات أصليات شنو الأمور الأساسية شنو وبعدين يابا نجي للفرعيات إن شاء الله راح يتوضح هذه الصورة شوف إشقال فرفع بضمن وانصبن فتحا مجر كسرا كذكر الله عبده يسر هنا هذا أيضا إنه وضعه إنه رفع إنه الله مرفوع وذكر هنانا ويسر أيضا وعزم بستسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بنين المرحل آخرين إنه إحنا ما محتاجين بباب الشاهد الرفع بالضمة يتم الرفع بالضمة في أربعة مواضع إحنا نضم شيني هل هي علامة رفع أصلية لو لا بالعلامة رفع أصلية الأصل بالرفع شنو يقول ماذا هي الضمة الضمة هي الأصل بالرفع هاي الضمة متى يرفع بالضمة؟ أو من هو يرفع بالضمة؟ الاسم المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة يعني ما دل على مؤنف أو مذكر نحو نحو محمد رجل كريم شوف محمد إن أنا شنو تنوين الضمة مرفوع وعلامة رفعه إن أنا تنوين الضمة عائشة أم المؤمنين شوف أيضا هذا شبيه مرفوع بالضمة جمع التكسير وما دل على ثلاثة أكثر مع تغيير يحدث في بنية مفرده بزيادة جمع التكسير جمع التكسير هي التي لا ترفع بال بالواو والنون أو بالياء والنون وإنما شنو تعرف بالحركات جمع التكسير جين مثل فنون فنون جمع وهو مفرد هنا مفرد يهوة فن أوطان جمع مفرد وطن وما شابه ذلك هذا من يجي يقول تقول فنون البلد كثيرة فنون شبيه مرفوع على مترفعي شنو الضمة وتقول هذه أوطان الأمة نا أوطان شبيهة مرفوع جمع الآن هذا الأمر الثالث الأمر الثالث جمع المؤنث السالم وهو ما تجلى على ثلاثة أكثر من الأناث مع سلامة بناء مفرد بزيادة ألف وتاء في آخره جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من الأثنين أكثر من الأثنين ما دل على ثلاثة وأكثر هذا يسمى جمع هذا الجمع إذا دل على مؤنث والجمع المؤنث وهو يزاد له الألف والتاء في آخره شي سموه جمع المؤنث السالم مثل من أثمرت أثمرت الشجيرات أثمرت الشجيرات فوق هنا أنا شجيرات وشنوه شبيه هنا أنا من يقدر يسوي يعرب ليها بالمايك ساح المايك ويعرب من المؤنث السامل زمان فاعل مرفوع علامة رفعة شنوه الضم جيد احسنتم أحسن إذن الشجيرات شنو جمع مؤنث سالم هذا جمع المؤنث السالم يعرب بيش يعرب بالحركات يرفع بالضمة والصلوات الخمس مكفرات للذنوب صلوات الخمس بيهن مكفرات للذنوب مزيد هنانا وانا جمع المؤنث السالم يا عافية عافية مريم تقول الصلوات مزيد هنا الصلوات شبيهة عافية عافية صلوات في محل رفع هذا الحديث شوف رح نقف ويا هذا الحديث والصلوات الخمس مكفرات للذنوب هذا حديث يعني به جانب معنوي كبير للإنسان فالإنسان يعني في طبيعته مائل للذنوب يجنب دائم الذنب ماكو إنسان معصوم فالله سبحانه وتعالى من رحمته وضع للإنسان خمس صلوات كم الصلوات هذه الصلوات تكفر ما بينهما من الذنوب يعني شنو واحد أذنب قبل صلاة الصبح صلى صلاة الصبح هذا الذنوب يكفر يروح واحد أذنب ما بين صلاة الصبح ما بعد صلاة الصبح وصل صلاة الظهر هذا أصبح شنو ذنبه ما بين نسو الصباح وما بين الظهر هذا ذنبه رح يروح يكفر ينقل كذلك بين الصلوات الأخرى يعني الصلوات الأخرى هي عبارة عن محرق الذنوب إن الحسنات يذهبن السيئة هذه الصلاة هي من الحسنات الحسنات التي تدفع الإنسان تمسك بالإله و تدفع إلى أن أن يكون ذات أخلاق أو ما يريد الإله من أخلاق حسنة يتمثل بها وتكون هي في سلوكه في سلوكه في سلوكه فالصلاة لها أهمية عظيمة يعني الصلاة الآن ما في جين ما عنده صلاة الأديان السماوية كلها عندها صلاة لكن الصلاة تختلف تختلف فالصلاة في الدين الإسلامي لها كيفية معينة الصلاة في الدين المسيحي لها كيفية معينة ولكن جميع الأتباع هذه الأديان متمسكين في جانب الصلاوات ليش لها أثر أثر معنى بهذا الإنسان يعني العلاج الروحي للإنسان الآن الغرب يفتح مصحات وكثير من المستشفيات للعلاج النفسي الله سبحانه وتعالى رحم الأمة الإسلامية فجعل لها جانب آخر وهو العلاج النفس وهو عملية هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى هذا الاتصال الاتصال اللي أقول غير مري وهو الاتصال في قمس التكنولوجيا اللي يوم موجودة ما نعرف هاي التكنولوجيا شين اللي موجودة في هذا الاتصال مع الله سبحانه وتعالى وهي ما هي الآثار الإلكترونية اللي راح تكون تتوجه لهذا الإنسان يعني نفهمها من جانب معاصر في جانب حديث ومو مجرد أنه صلاة أنا أركع ركعتيا وأتوجه لله سبحانه وتعالى لا فقط لا جانب آخر جانب مخفي جانب لا يعلمه إلا الله جانب علمي جانب علمي يعني ما مفصوح عنه وهو في قمة التكنولوجيا الاتصال الاتصال الروحي هذا الاتصال الروحي أيضا الغرب لهم أبحاث واسعة في هذا الجانب أنه الإنسان لا بد للإنسان من اتصال روحي مع قوة أعظم من علمه الآن شوفوا طالعوا الكتب الغربية في هذا الجانب أنهم يقولون أنه من الضروري ومن الأمور الضرورية للإنسان أن يكون متدينا متصلا بقوة الآن انظر في أمريكا الأمريكا الفلاسفة الإلهيين شوفوا الجاي يسوون وينظرون ضد الفلاسفة الماديين الشيوعيين أكو حرب مبيناتهم في هذا الجانب ولكن يعني أمريكا مع ما علاقة بالجانب السياسي لا الجانب المعرف عندهم نشوف أنهم ينطلقون إلى جانب الاتصال الروحي مع الإله يسمونه القاب القاب إله زين إذن الصلاة مهمة لذلك يعني عليكم الآن تمعدكم مسجد في الجامعة عليكم أن تحافظوا على الصلاة ويا الصلاة جانب أنه تجعل الإنسان موفق في حياته أنه يكون توفيق وهذا التوفيق يجي من خلال الصلاة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها خمس صلوات للإنسان لكي يدفع في جانب المهني وجانب الصوحي وجانب الشماعي يكون إيجابيا في المجتمع وتبعد عنه الفحشاء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والملكة كنت إنه تؤمر للإنسان بالجانب الأخلاقي أن يتمسك بالجانب الأخلاقي الشخص إذن إذن الصروات الخمس مكفرات للذنوب الأمر الثالث الفعل المضارع المجرد مين من الناس البجاز يكتب يكتب الشاعر القصيد ليلا لا يكتب يكتب شمي مكفر 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 أحد الرياض أكو وقت للصلاة نصف ساعة موجودة نصف ساعة ما بها محاضرات إذن الفعل المضارع مثاله يكتب الشاعر يكتب فعل مضارع مرفوح وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره نانا شنوه الضم العلامة الثانية العلامة الثانية شنوه النصب هاي النصب ببيش الفتحة الفتحة شنية هي العلامة الأصلية هي للنصب يتم النصب بالفتحة في مواضع عدة وهي الاسم المفرد وهي الأسماء التي محلها النصب في الجملة ومثاله إن الله غفور الرحيم ومثاله وين هنا النصب وين الاسم المنصوب في هذه الجملة أحسنتي 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 زهراء وآيات ورسل جيد أحسنتم طلابنا الأعزاء جميعا إذن هنا هنا إن أخذت الإسم الله هنا أخذته إسم الله فإن من أدوات النصب هنا نشوف الإسم الجلالة الله سبحانه وتعالى شبيه علامة نصبه الفتحة علامة نصبه الفتحة هنا زرعت الحقل قمحا هنا وين الاسم المنصوب الحقل وكذلك قمحا قمحا أيضا شنو أيضا هنا هنا يجي مفرد صفة صفة مفردة هذه الإسم أيضا شبيه القمح شنو القمح زرعت الحقل قمحا أيضا هنا هو القمح أحد الأسماء أيضا أحد الأسماء أحد الأسماء هنا قمحا لا ليس مضافة قمحا وقمح سرعت الحقل شنو قمحا 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 أحد الأخوة يقول يا أبا أحد الأبنائنا يقول يا أبا مضاف لا المضاف المضاف لابد أن يكون شنو مبسور إذا هنا الحقل وقمح ش أخذوا أخذوا علامة الفتحة جمع التكسير أيضا شبيه هذا تحدثنا عنه وهو ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغيير يحدث في بنية إلى آخره يكون شنو ينصب ببيش بالفتحة أحب النجوم الزاهرة أنا هنا الفاعل من أنا النجوم شبيه مفعول به الزاهرة صفر النجوم شفنا علامته علامته شنو الفتحة علامته الفتحة فتح الامر الامر الاخر الفعل المضارع الفعل المضارع اذا دخل عليه احد ادوات النص وهو الفعل المضارع المنصوب بأحد حروف النص او المنصوب بأن مضمرة بعد حتى او بعد الام التعليم نحو لن يضيع الله شف ضيعه لن يضيع الله اهنانا اهنانا يضيع شبيه منصوب بيش بأدوات النصب لان شنو علامة نصب الفتحة علامة النصب الفتحة حتى يرث الله نشوف حتى اكو بعدها يكون شنو ان مضمرة هاي ناصب تكون شي يقول ان انا يرث يرث شبيه اهنانا منصوب بيأني مضمرة نعم جيد الآن عندنا العلامة الثالثة أو الرابعة هي الجر بالكسرة أصل الجر بيش يكون بالكسرة يتم الجر بالكسرة في مواضع مختلفة نفسنا راح نعيدين الاسم المفرد شي يقول هنا أنا صليت في بيت الله هنا أنا أيضا هنا أنا مجرور هنا في بيت مجرور بيش بحرف الجر الله مجرور بيش بالإضافة بالإضافة جمع التكسير عندنا وهو ما دل على ثلاثة أكثر أيضا شبيه هذا أيضا يجرد بيش بالكسرة فرض الله في الأملي في الأموال زكاة للفقراء شوفنا أمرين فقراء فقراء جمع تكسير لو لا أجرد بيش بأموال سوف نعيد لن يشترد بيش بأموال عدنا اثنين جمع تكسير او مفردتين الاموالي انا اجي مجرور بالكسر للفقرائي ايضا اجي مجرور بالكسر عدنا جمع المؤنث السالم ايضا احنا تحدثنا انه ما دل على اكثر بزيادة تاء ونون وكثيرا مننا حاجة يسميه الجمع بالالف والتاء الزائدتين تعيش الاسود في الغابات موين محل شاهد في الغاباتي الغاباتي شبيهة انا اسمه جرور بحرف الجاب معلامة جره الكسر جين سلمت التلميذة على الانسات الانساتي ايضا شبيهة مجرورة بحرف الجار لانها جمع مؤلمة نفس السالم عدنا جزم الاصل بالجزم ان يكون شنوه شو كي يقول الفعل المضارع الصحيح الاخر اذا يجزم بجازم اذا لم يكن قبله جازم اذا لم يكن قبله ناصر ناصر ولم يكن في آخره حرف علة ايش راح يكون هذا يجزم بالسكون هذا دخل عليه جازم مجرورة الفعل ايش راح ايش راح ايش راح الذي لم ينتهي بحرف علة والمززوم بأداد جزم الفعل المززوم لوقوعه في جملة الشرط او لوقوعه في الطلب ومثال من يدرس ينجح اينا شنو من جازم ويدرس مجزوم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون او اينا ينجح لا من يدرس ينجح اينا العلامة من يدرس ينجح ايضا انان ينجح مززوم لانه جواب ولن اجد احدا صادقا اينا لم دخلت على اجد فجزمته وهو ليس فيه عرف علة كان صحيح الاخر كانت علامة السكون هسا احنا نتحدثنا عن العلامات ال ال اصلية راح نتحدث عن العلامات الفرعية اكواع عدة سؤال عن العلامات الاصلية ان شاء الله المحاضرة واضحة ما في ارمو ما في ارمو جيد الآن علامات العراب الفرعية ينوب عن علامات العراب الاصلية في اللغة ان العلامات الاصلية ينوب عن هذه العلامات الاصلية على موضوع مختلفة وقد ينوب حرف عن حكة او حركة عرابية فرعية عن حركة اصلية او ينوب حذف الحرف عن السكون كحذف حرف العلاو حذف النون ويمكن التفصيل في ذلك علامات الرفع الفرعية شيني علامات الرفع الفرعية رأيجي اشتركوا في القناة فلعلامات العراب الاصلية الفرعية قلنا انه ينوب عن الاصلية في ما ياتيه اولا ينوب عن الضم علامات الرفع الفرعية الاتية الواو في جمع المذكر السالم مثل المجاهدون منتصرون شوف المجاهدون مرفوع علامة رفعه شنوه هنا الواو لانه جمع مذكر سالم ومنتصرون ايضا فهنا علامة رفع شنية صارت صارت الواو الواو بدل الضم عدنا الواو في الاسماء الستة مثل حموكة فاضل والالف المثنى مثل وصل المسافران حموكة هناك نشوف الواو كان على حامل الرفع هناك اختلفت الالف في المثنى المثنى بيش رفع بالالف المسافران وصل المسافران ثبوت الثمون في الافعال الخمسة مثل من الان الافعال الخمسة ترفع بيش بثبوت الثمون والانها ثبوت الثمون علامات النصب الفرعية عدنا الياء في جمع المذكر السالم مثل كرم المدير المتفوقين هناك المتفوقين شبيه مفعول به وفعل به منصوب بيش بالياء الالف في الاسماء الستة مثل سافر هباك الياء في المثنى ومنه قوله تعالى جعل فيها زوجين اثنين الكسر في جمع المؤنث السالم مثل شكرة المعلمة الطالبات طالبات تنصب بالكسرة بدل الفتحة لانه شنو جمع مؤنث سالم حف النون في الافعال الخمسة المقصران لن يفلح اصلها شنو لن يفلحان دخلت عليها حذفة عرف النون حذف النون حذف علامات الجر الفرعية ينوب عن الكسرة علامات الجر الفرعية لن نأس المثنى سلمت على المتسابقين المتسابقين شبيه اسم مجرور لاصل الفجر شنو الكسرة لكن هنا اجت نابت عن الكسرة شنو الياء الياء في جمع المذكر السالم مثل قوله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين هنا نش مضاف مضاف ليه مضاف شبيه مجرور وعلامة جر هي شنو الياء والياء في الاسماء الستة فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله نا اخيه الفتحة في الممنوع من الصرف مثل جلست مع احمد مع احمد نا مع هيكون شنو مضاف مضاف اليه هنا لابد ان يكون المضاف شبيه مجرور ولا مجر الكسرة لكن اسمه صرف وين نجه الى انه الفتحة بدل الكسرة علامات الجزم الفرعية ينوب عن السكون علامات الجزم الفرعية الاتية حذف حرف العلة من فعل المضارع المحتل الاخر مثل لا تعود مسرعا حذف النون وحذف النون في الافعال الخمسة ايضا المعلمون لم يقصروا في الالواجب اصلا لم يقصرون وهكذا الان يعني تقريبا المحاضرة شبه انتهت في هذه المسألة انه اخذنا علامات الاعراب الاصلية والفرعية وبعد ذلك انه سوف ندخل في موضوع البناء وا اهم علامات الاسماء المبنية او اهم الاسماء الكلمات المبنية في ذلك زين الآن سجلوا لي اسماءكم وهناك مسألة تثبتوها يمكم عدنا حفظ ايات قرآنية السورة القرآنية عدنا سورة الفاتحة والتوحيط والمعودتين والكافرون أذني مطالبين بحفظ الفاتحة سجلوها الفاتحة والمعودتين والتوحيد والكافرون والمعودتين والمعودتين بالمعودتين فاتحة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر